فقراتنا النهاردة مخصصة لكل مصري تابع كاس العالم اللي فات وكان نفسه المنتخب المصري يكون داخل منافسات هذه البطولة العالمية اللي حصلت في الدوحة فقراتنا النهاردة مخصصة لكل واحد كان نفسه يشوف مصر في كاس العالم النهاردة يا جماعة فيه منتخب تاني بس مش في كرة القدم عامل عظمة عامل عظمة حقيقية الصحافة الأوروبية بتتكلم عنها من أول يوم منتخب مصر الكرة اليد منتخب المصر الكرة اليد مبارح كان تاني مبارياته في بطولة كاس العالم وفاز على المنتخب المغربي بفارق 11 هدف وده الفوز التاني على المنتخبات التانية المنتخب المصري متبق ليه مباراة مع المنتخب الأمريكي ومثالات اللي جاي بعدما عمل أيضا مباراة كانت قوية جدا وكان فيها فرق هدف كبير جدا ضد المنتخب الكرواتي اللي برضو يعد من أعظم المنتخبات في هذه الرياضة النهاردة معنا فقرتنا ناقد رياضي إسلام محمد هيكلمنا على تجربة المنتخب المصري في كرة اليد الناس دي بدأت ازاي؟ عملت العظمة دي ازاي؟ احنا ليه مش سامعين عنهم؟ ليه بيسموا الرياضات دي الرياضات الشهيدة؟ ونقدر نقدم لهم ايه؟ في حال ان هم بالفعل فازوا بكاس العالم وهل ده بقى يعني تعويض ربنا ولا ايه يا كابتن إسلام؟ صباح الفلة عليك صباح الفلة يا مصطفى صباح الفلة بس أنت صباح الخير يا مصر على كل الناس اللي بتتعاني حاجة عظيمة صباح الخير الحاجة عظيمة الحاجة فخور يعني انا فخور ان احنا عندنا جيل من الاجيال اللي اقولك مش هتعود يعني الجيل ده بيفكرني بجيل الكابتن حسن شحاته جيل منتخب مصر في كرة القدم في كأس العالم للقرارات في 2009 حقا بيقدم عظمة الجيل ده لا يقل ابدا يعني لو جينا بصينا يا مصطفى ويا بسانت الجيل ده من لحظة انشاؤه ولحظة تكوينه وخاصة كمان مع بروندو المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي الحالي المدير الفني اللي على اعلى مستوى اتمنى اتمنى من كل الاتحادات اللي عندنا يحزو نفس حزو اتحاد المصري لكرة اليد ونفس حزو المنتخب ده ها منتخب يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى مصطفى منتخب ولد كبيرا يعني منتخب عملاق بزبط احنا بنكلم ان احنا تقريبا من اكبر سبع منتخبات موجودة على مستوى العالم بالفعل نتكلم ان 11 لعيد من 18 مختلفين بره صحيح هبس انت مختلفين عايزة اعرف سر التوليفة الحلوة دي في اللعيبة الشطرة اوي دي ايه هل براندو جارسية هو السبب ان وجود معهم اربع سنين وراء بعد خلى فيه كده تآلف ما بينهم بقى فاهم اللعيبة عاملة ازاي احكي لي الخلطة الحلوة اوي اللي بستانا كلنا كمصريين وخلتنا فخورين فعلا بمنتخبنا الكرة اليد حصلة ازاي الحقيقة بص انت لو جيت اتكلمت على المنتخبات العالمية او جيت اتحدثت عن اقوى المنتخبات دلوقتي على مستوى العالم في كرة اليد فهتحطي منتخب مصر من ضم افضل اربع منتخبات على مستوى العالم يا مصطفى ويا بسانت الحقيقة منتخب مصر الفترة الحالية بيمر بحالة عظيمة جدا يعني لو جينا بصينا زي ما انت ذكرت في الانترو كأس العالم اللي تلعب في الدوحة الحقيقة كانت حاجة مميزة جدا كنا نتمنى ان المنتخب يكون في المجرال حاصد اللقم بالتأكيد زي ما انت ما قلت يا بسانت وجود باروندو كمان عامل حالة كبيرة جدا داخل المنتخب الوطني معا كمان العيبة مميزة جدا يعني لو جينا تكلمنا الحقيقة حد سواء حرج انا مش عايز انسى حد يعني لو جينا تكلمنا من اول حراسة المرمى يعني عندك هنداوي وعندك حميد الحرس الاملاك اللي هو قولده كبير يعني وعندك محمد علي كم متقلق ايضا لو جينا بصينا كمان في الخطوط بقى كلها عندك علي زين عندك محمد ممدوح حاشم المصري الاحمر يعني بص يعني عندك الحقيقة توليفة عظيمة جدا عندك سند وزي ما انت ما قلت يا بسانت الحقيقة التوليفة كمان المحترفة كمان عامل حالة جميلة جدا ما بين اللاعبين المتواجدين هنا واللعيبة كمان المتواجدة برا ما تحسش ان فيه فرق ما بين اللاعبين يا مصطفى أيوة طب خلينا نحلل اللي حصل واحدة واحدة يعني المنتخب مبارح هداء وكان المنتخب المغربي وفاز بفارق 11 هدف بالفعل شايف الاداء ده ازاي يعني ازاي ده ممكن يوصلنا للنهائي هل دي بادرة امل ونراهن على اين بالصفى بص انت من اول مباراة انت بتراهن على المنتخب الوطني بالمناسبة منتخب مصر الاول مرة من خمس جوالات امام المنتخب الكرواتي انه هو يتخطى المنتخب الكرواتي يعني احنا لعبنا قبل كده اربع اربع مباريات كان فيه فرق اهداف برضو بالفعل لا لعبنا قبل كده اربع مباريات مع منتخب الكرواتي لم نفوز على المنتخب الكرواتي ده اول فوز في بطولة كمان رسمية وبطولة بحجم بطولة العالم ان احنا نتخطى المنتخب الكرواتي وفرق تسع اهداف انت متخيل يعني خلي بالك طبعا ده قليل جدا لما بيحصل أنت خلي بالك منتخب كرواتيا أحد المنتخبات العملاقة والقوية جدا في كرة اليد وأحد كمان أبطال العالم اللي فاته فإنك أنت تتخطى المنتخب الكرواتي في أول مباراة لك وبفارك تسع أهداف أعتقد ده يحسب للعبين يحسب للجهاز الفني بكيادة بروندو يحسب أيضا للمنظومة والحياة إحنا عندنا أتمنى أن الاتحاد المواصل للكرة القدم يحزو نفس حزو الاتحاد المصري لكرة اليد خلينا نتكلم عن مباراة المغرب كمان مبارح وشفنا خروج يمكن كريم هنداوي وممدوح حشم وحمد خيري من القائمة الأساسية برغم أنهم كانوا كويسين في المباراة مع كرواتيا يعني حكيلي ده كان سبب وإيه بص هو أنت ما تحسيش زي ما قلت لك أنه فيه فرق ما بين اللاعبين على الإطلاق يعني يخرج كريم هنداوي يخش محمد علي أو حميد ما تحسيش بأي فرق يا بسانت داخل أرضية المرع الروح ما بين اللاعبين كمان والأولفة ما بين اللاعبين اللي أنت ذاترتها حقا دي عاملة حالة جميلة جدا النفسية وخلي بالك يعني حط تحت النفسية دي مليون خط ما تحسيش أن فيه لعب حتى لو هو قاعد برا هو زعلان أو متدايق يا بسانت لا تحسي أن كل اللاعبين حاجة واحدة كل اللاعبين تحت مظل التشيرت منتخب مصر ودي الحاجة اللي بتميز بالفعل الجيل ده يعني زي ما تكلمنا مصطفى أن الجيل ده مميز ليه؟ الجيل ده مميز لأن الروح حلوة النفسية حلوة ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني عاملين حالة جميلة جدا عاملين حالة حلوة قوي في الشارع الكروي المصري بكل أمانة من لحظة تواجد بروندو وإحنا حاسين أن فيه حاجة مميزة الناس دي عاملة حاجة طب إيه دروس المستفادة؟ حضرتك قلت من شوية أن فيه فرق فعلا أو عايزين نستفيد أو بتدعو الاتحاد المصري لكرة الكدم أن يستفيد من تجربة الاتحاد المصري لكرة اليد إيه الدروس المستفادة؟ إزاي دول كانوا أكثر تنظيما بعيدين عن الأضواء؟ اشتغلوا صح اتأهلوا صح وصلوا إحنا عارفين أن عموما الرياضة علم وإدارة المواضيع ما بقيتش فهلاوة يعني المواضيع علم وإدارة وتخطيط سليم عملوا إيه هنا خططوا عملوا بص يا مصطفى إحنا للأسف إحنا عندنا مشكلة في الاتحاد المصري لكرة القدم إن أي حد أو أي مسؤول بييجي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بيعتمد على الكرسي وليس الصالح العام دي الأزمة الحقيقية اللي إحنا لازم نواجهها ولازم نتكلم بكل أمانة الحقيقة في الاتحاد المصري لكرة اليد أو غير لصالح لعبة كرة اليد ولكن للأسف عندنا في الاتحاد المصري لكرة القدم وأنا بقول عندنا لأننا واحد من ضمن المنظومة وفرض من ضمن الشارع الكرة والمصري فلما بقول عندنا لأن أنا بتمنى الأصلح فإحنا لازم نبص على التجربة النكحة الناس دايما دايما بتخلي هدفها الأسمى والأكبر هو الاتحاد المصري هو نشر لعبة كرة اليد وهو ده الفارق ما بين كرة اليد وكرة القدم الجيل ده الحقيقة بيفكرني يا مصطفى زي ما قلت لك وبقى أكد لك إن كان عندنا استقرار في 2009 و2011 و2006 و2008 و2010 شفنا استقرار وشفنا كانت منظومة بتعمل للصالح العام وكان فيه جيل مميز جدا الجيل ده لا يعود أبدا في كرة القدم المصرية نتمنى إن الناس دي تبص على اتحاد المصري لكرة اليد وتنحى بقى أي خلافات جانبية الكرة المصرية أهم حاجة زي ما هم رفعين شعار كرة اليد أهم حاجة نتمنى أيضا إن هم يرفعوا شعار كرة القدم أهم ما في المنظومة طيب إحنا شايفين اللعيبة اللعبت اليد أو هم محترفين طبعا نتكلم حتى نادي زي برشلونا صحيح صحيح هم متعودين على اللعب مع اللعيبة برا مع الناشخ الخوف نحن نلعب منتخب قوي لا اللعيبة زي 24 ساعة الأرض بتلعب لعيبة قوية هل إحنا محتاجين نعمل نفس النموذج ونطبق ده أو إزاي ده يحصل عشان كرة القدم تحذو بحذو يعني كرة اليد وتفتح الأبواب للعيبة أنهم كمان يحترفون سؤال عظيم جدا أنا بحيك على السؤال ده الحقيقة بصي من الصعب من الصعب أن نلاقي حوالي 15 اللعب يا مصطفى محترفين في أندية كمان كبيرة وعملاقة زي برشلونا مثلا أو باريس سان جيرمان خلي بالك لعبة قرة اليد بتلاقي في مدارس كده يعني المدرسة الفرنسية المدرسة الأسبانية المدرسة البرتغالية عندنا هنا في قرة القدم يعني لما بنيجي نتكلم بنقول محمد صلاح طلع طفرة ما بنشوفش ثلاثة أربعة محمد صلاح يعني لما بنيجي نتكلم تلاقي محمد صلاح في ليفل لوحده وباقي اللعبين حتى مع احترامي لمحمد النني وتريزيجي واللعبة دي طبعا بس كم في المئة محترف هنا وكم في المئة محترف في اليد صحيح هو ده احنا عندنا في اليد أكتر طبعا 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 انت لو بس تخلي ملك في كل أندية العالم هتلاقي هتلاقي العيبة مصريين وفي أكبر الأندية اللي موجودة في مدارس بولندية مدارس سودية أندية أندية في السويد وأندية في بولندا هتلاقي في كل دولة هتلاقي فيها لعبين مصريين الحقيقة زي ما قلت لك وذكرت لك أني اتحايد كرة اليد المصري رافع شعار كرة اليد أولا وهي دي خلي بالك اللي بتطور دايما الحقيقة الناس كلها شغالة دايما مع بعض مجموعة ده شغل المجموعة مصطفى بيبهن في الآخر يعني بنشوف من الاتحاد الدولي الكرة اليد من هو رئيسه؟ هو رئيسه مصري رئيس الاتحاد الدولي الكرة اليد هو رئيسه مصري حسب مصطفى فأنت بص انت بتتكلم في منظومة متكاملة الحقيقة نتمنى أن احنا نشوف ده طبعا في الاتحاد المصري الكرة القدم الاتحادات كلها احنا عندنا ألعاب كتير جدا مش كرة القدم بس ولا كرة يد ولا كرة طيرة ولا كرة سلة نتمنى أن كل الناس تحزوا نفس حزو كرة اليد والاتحاد المصري الكرة اليد أنا عايز أقولك أن في دول يعني زي الهند مثلا عندها الكريكت صح هم متميزين جدا جدا بيستثمروا فيها وبيدفعوا فيها مبالغ فوق ما تتخيل وبيدفعوها دفعا حتى تكون في الوجهة ما قالوش احنا بنلعب كورة زي ما الناس التانية بتلعب كورة خلافه السيناريو ده ممكن نقراره في مصر يعني انا عايز اقول احنا متميزين في حاجة لما نستثمرش فيها اكتر يعني انت كناقد رياضي لو انا عندي حاجة يعني حلوة زي دي اكبرها زي دي حجم موارة ايوة المعها زي اخليها قدوة زي اللي بقى الرياضات صحي انت لحقا بتتكلم في مشروع يعني هو مشروع متكامل والجميع لازم يتكتف حواليه يعني لما يكون عندنا لعبة زي لعبة كورة اليد احنا خلي بالك الفترات اللي فاتت لو جيت بسيت على منتخبات النشئين ومنتخبات الشباب هتلاقيهم بيتوجب والقاب هتلاقيهم بيصلوا للنهائيات يعني وبيلعبوا خلي بالك منتخبات كبيرة جدا ومدارس كبيرة جدا احنا ليه بقى ما ننقلش التجارب دي على كل الاتحادات يا مصطفى ليه ما نستفدش منها ليه الوزارة كمان وزارة الشباب والرياض عليها دور عليها دور فعال جدا يعني من خلال صباح الخير يا مصر لازم الوزارة كمان يعني تاخد التجربة دي وتشوفها تعملت ازاي طبعا فمركز الشباب يبقى فيه دور اكتر طبعا توعية اكتر وياخدوا التجربة ويشوفوها تعملت ازاي تعالوا اتحاد المواصر الكرة اليد الموضوع ده ممشيش فهلاوة دارش يعني الموضوع ممشيش فهلاوة فيه تخطيط وفيه نظام وفيه سيستم وجسمانيا وبدنيا طبعا هي بتخلق مني ادم على فكرة كمتكلم في بلق عضل يعني اقوى بكتير من كرة القدم بمراحل بمراحل لان طبعا اه انت اي لعب في كرة اليد لازم اللي يقع عنده اولا طبعا لان انت تلعب بالوص الاول اللي فوق طبعا يعني عايزة ارجع معاك تاني بقى لتحليل يمكن المباريات ويمكن احنا اللي فات بقى يعني كان صعب وكل حاجة بس اللي جاي اكيد اه صعب ونتكلم على في الدور الجايبه يبقى فيه منتخب زي الدنمارك اللي هو صعب عندك احنا طريقنا الدنمارك بلجيكا تونس بالمناسبة احنا ممكن نلعب بلجيكا او تونس في الدور القادم منتخب مصر عنده المنتخب الامريكي انا بالنسبة لي هي مباراة تحصيل حاصل يا مصطفى يومسل هي مباراة بالنسبة لي المنتخب الامريكي مش هو المنتخب اللي خوف او مش هو المنتخب اللي لي باعت تحديدا في كرة اليد انت كسبت العملاق القرواتي بالنسبة لي أنا كانت اقوى اقوى أقوى عقبة أنت كسبتها وتخططها بفارق تسع أهداف أنت طول المباراة يا مصطفى ويا بسانت طول المباراة أنت ليدينج على كرواتيا تخيل بفريق أربعة خمسة يعني هم يسجلوا أنت بتسجل أربعة خمس أهداف الحقيقة كمان يعني عايزة شيد بكريم هنداوي عايزة شيد بمحمد علي بحميد عايزة شيد بسند عايزة شيد بعالي زين أنا مش عايزة أنسى حد المصري محمد منضوح حاشم بص لو اتكلمت إحنا عندنا كتيبة كتيبة وكوكبة من النجوم اللي خلاص هي طب معايتنا مصطفى إحنا عايزين بقى بطولة عايزين بطولة العالم بص منتخب مصر الأول تحديدا ينقصوا هذه البطولة إحنا بالنسبة لنا إحنا بطولة أفريقيا خلاص اعتدنا عليها عايزين بقى بطولة عالمية آه طبعا عايزين أنا إنت قلت حكي جملة حلوة من شوية قلت مدعو وزارة الشباب بوري آه طبعا إزاي يعني أنا النهاردة عندي مركز شباب وحديثة وتم تجددها وبقت 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 نعمل كده لزي آه لازم لازم الوزير آه لازم يقعد مع مجلس إدارة الاتحاد المصر ولكرات القدم مش عايب على الإطلاق آه لما لقي حاجة نكحة أنا لازم أمشعرها آه يعني تخيل لما الوزارة يعني أنا بكون متواجد في إيفنتات كتيرة جدا وآخرهم المرسون اللي هم كانوا عاملينه في الأسكندرية الحقيقة كان حاجة آه روعة يعني ما شاء الله مع دولة الإمارات الشقيقة طبعا حقيقة كانت حاجة مبهرة مصطفى فأنا بتمنى من وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الحقيقة الراجل اللي بيشتغل في كل حاجة آه مفيش مشكلة إن إحنا نمشي وراء النموذج الناجح يا بسانت ويا مصطفى مفيش أي مشكلة خالص نجيب التجربة نشوف الناس دي اشتغلت إزاي أسست يا مصطفى إزاي من تحت القعبة أسستها إزاي مفيش أي مشكلة خالص يعني لو في حاجة في الوزارة نكحة أعتقد إن الاتحادات كلها بتمشي عليها مفيش مشكلة إن الوزارة لما تلاقي نموذج ناجح إن هي تمشي أيضا وتنميها كمان وتقويها أكتر طيب يعني برضو عايزة تكلم على نقطة تانية مهمة إنه فتح باب الاحتراف للناشئين دايما لو هو في سن صغير يكسب خبرة من سن صغير هيقدر إنه هو بعد كده يطبق ده مع المنتخب محتاجين نعمل إيه أكتر عشان الشباب دول يبتدوا يحترفوا في أندية كبيرة محتاجين نوسح القعدة محتاجين إن إحنا نتكلم مع الأندية ومراكز الشباب إن إنتوا طلعوا الشباب مبكرا إحنا بره يا مصطفى بنشوف في أوروبا اللعيبة بتطلع من 14 من 12 كمان سنة من 10 سنين بيطلعوا الحقيقة بتلاقيهم في أندية كبيرة جدا يعني بتعندك لعبين محترفين في إنجلترا وفي فرنسا وفي هولندا وفي أسبانيا من 17-18 سنة إحنا عندنا هنا بنقول اللعب ناشئ لسه هو عنده 23 سنة أي عقل ذلك يعني صعب جدا يعني نتمنى أني الوزارة الحقيقة صعب جدا والله صحيح بنزغرط كمان أيوة صحيح واللعب عنده 23 سنة يعني إزاي طيب ده اللعيبة بره عندها 18 سنة يعني أنت بتقولي الرياضة إدارة وعلم آه طبعا عشان أعمل السؤال بتاع بساند يعني عشان أوصل للإجابة دي أعملها إزاي بتخطوات إن أنا أخرج ناشئ أو في سنة 12 سنة آه بص هو ده لازم قرار يكون شامل وعم على الجميع يعني هو قرار ده قرار ولا مجموعة خطوات؟ لا بص ما هو أنت تحط قرار يا مصطفى الجماعة يمشي عليه إن لازم اللاعب يطلع لو اللاعب ده أنا أنا كنادي أو مركز شباب أحس إن هو إنتعرف إحنا بنقول ده لأنه دايما بيبقى فيه إحنا متأخرين دايما المعاصر اللي عنده في البيت حد بيحاول يلعب ساكر القدم صحيح بيلاقي صعوبة جدا جدا فإنه مش بس يوصل لنادي محلي صحيح كمان يوصل لنادي دولي صحيح فبدل نتجنب فكرة المقولين اللعيبة والكلام ده كله يطلع حد كويس أو لأ والحاجات دي كلها إنه النواد دي نفسها هي اللي تفتح الباب للناشئين والاحتراف برا عشان يبقى الموضوع مقنن ويبقى الأهالي حتى عارفة مأمنة على ولادها إنه يلا وروحوا عارفينه هيكسب خبرة بس أنت الحقيقة الوزارة كانت عاملة حاجة حاجة مميزة جدا اللي هو برنامج اكتشاف المواهب ده أنا أنا شخصيا أنا كنت متواجد فيه كنت بغطيه بحكم شغل يا مصطفى حقيقة حاجة عظيمة جدا كان برنامج اكتشاف المواهب اللي كانت عاملة وزارة الشباب والرياضة الحقيقة وفيه لعيبة راحة أسبانيا واللي راح فرنسا واللي راح هولندا فأعتقد إن الحاجات دي عليها عامل مهم جدا زي ما أكدتلك وقلتلك الوزارة عليها عامل مهم جدا إنه لازم تشتغل مع الأندية بالشكل ده لازم تتكلم مع رأساء الأندية إن هي ما تقفلش على لعيبتها لازم نفتح للعيبة دي مبكرا من سن أصغر يعني ممكن من سن 14-15 سنة الحقيقة اللعيبة تطلع فيه ناس بتطلع قبل كده يعني لو شوف أنا مش هبعد المسافة لو روحنا أفريقيا مش هقولك أوروبا هنلاقي اللعيبة بتطلع وهي عندها 10-12 سنة وتلاقيها كمان خلي بالك ده فيه العيبة بتبقى مجد يعني وقتها جنسيتين يعني تلاقي معها الجنسية الكاميرونية مثلا أو الجنسية السنغالية ومقاها جنسية فرنسية تاني فأعتقد إحنا إحنا كمصر عندنا قاعدة كبيرة جدا من الشباب ومن النشرين نقدر نعمل آه طبعا نقدر نعمل ده ونعمل كمان أقوى كمان من الدول دي إحنا مش أقل من أفريقيا ولا أوروبا إحنا مصر صحيح مين أقوى منتخبات البطولة من وجهة نظرك؟ مين هو المنافس اللي بيشكل تهديد أن مصر ما تاخدش كأس العالمي كارتليات؟ بص أنا منتخب مصر بالنسبالي أنا ما خلاش عندي سقف من الطموح خلاص يعني أنا بقيتها حط منتخب مصر مين المنتخب الصعب يعني بصي إحنا دايما دايما بنيجي نتكلم عن السويد والدنمارك النرويج المنتخبات العملاقة دي بنتكلم بعد كده شمال أوروبا آه طبعا بنتكلم بعد كده مصطفى على الأرجنتين بنتكلم على فرنسا بعد بقى السويد وبعد الدنمارك وبعد النرويج فأعتقد أنا لو جيت صنفت دلوقتي المنتخبات هقول لك منتخب مصر أولا منتخب مصر مش أقل من أي منتخب على مستوى العالم أنا بكلمك بثقة لأن أنا واصق في الجيل ده زي ما قلت لك الجيل ده أنا على المستوى الشخصي أتمنى بقى أن هو ياخد بطولة عالم هو ده اللي ينقصه فقط أنا أتمنى أتمنى أن إحنا نبعد عن المنتخب السويدي مبكرا قادرين على المنتخب الدنماركي أتمنى أن إحنا في المراحل اللي قدام أنا ما عندش أي مشكلة خالص أن إحنا نقابل المنتخب السويدي في المباراة اللي هتكون إن شاء الله سيمي فاينل بقى فاينل الدنمارك إحنا هنبقى بعيد عنها الدور القادم كمان احتمال بنسبة كبيرة زي ما قلت لك يا منتخب بلجيكا يا المنتخب التونسي لأن هم دول اللي في طريقنا فأعتقد منتخب مصر بالنسبة لنا رقم واحد يعني إحنا نتوقع حصول المنتخب المصري لكرة اليد على كهس العالم المراضي بإذن الله يا رب يا بسانت ده طبعا هي أمنية إحنا طبعا مش أقل من أي منتخب على مستوى العالم لو جيت صنفت دلوقتي أقوى أربع منتخبات على مستوى العالم طبيعي طبيعي إن كنتي لازم تحط منتخب مصر هتحط السويد يا مصطفى هتحط الدنمارك وهيجي بقى أي منتخب فرنسا فرنسا بنسبة كبيرة إن فرنسا برضو معها سكواد على مستوى علي جدا برضو معايا جيل مش كبير في السن معايا جيل أيضا من الشباب اللي هو بيعدوا للمراحل اللي جاية ولكن أنا براهن براهن على الجيل الحالي للمنتخب الوطني براهن على علي زين براهن على هينداوي على محمد ممدوح عاشم على الجيل الكبير اللي موجود معنا ده على المصري على بكار على دودو الحقيقة أنا مش عايز أنسى حد يعني بص أنا لو عدتلك أسامي يا مصطفى الحقيقة كلهم عمالكة وكلهم لعيبة كبيرة جدا حميد أنا بحييه من خلال برنامج صباح الخير يا مصر أعتقد هيكون حارس لي دور كبير جدا 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 مع منتخبنا الوطني الأول خلال المراحل اللي جاية كنتوا بالتاريخ الرياضي ممكن تحكي عن تجربة مصر فعلا في كورة اليد ده لازم فهذه الحقبة بالذات ولا في الحقبة ده لازم أقولك على حاجة لو جيناك كلمنا عن كورة اليد تحديدا أنا بقولك ارجع كده للفترات اللي فاتت دي اللي فات هتلاقي إن منتخب الناشئين بياخد بطولة هتلاقي إن منتخب الشباب بيوصل للسيمي فاينال يا بساند في بطولات العالم الحقيقة إحنا لا هي كورة اليد لازم تدرس لازم تجربة التجربة نفسها مصطفى لازم إنها تدرس ما عندناش أي مشكلة خالص إن زي ما قلتلك إن لما يكون نموذج ناجح ما فيش مشكلة خالص إن الاتحاد الموازي ليه سواء التحقرة تيادة أو طايرة أو سلة إن هو يبص على النموذج ده ويجيب حتى الناس ويعود معهم ليه لا ليه لا مدام المنظومة نكحة مدام فينا جايح بالفعل شغال ليه لا ما نجيبش المنظومة نفسها يجي الرم عشان بعاد عن الأضواء هل الأضواء طف ست ساعة الحاجات بص الحياة هم نش طبعا ولكن الحقيقة الناس دي لازم تاخد حق حتى لو هم بطلقوش تتكلموا أو مرهوم نصم على فكرة لا يعني معلش بقى نقول الحقيقة إنه النهار ده الجمهور المصري بيولي أهمية كبيرة جدا جدا للا عدت اليد إحنا بنتكلم إنه بقلنا كده في المباريات اللي فاتت والله الناس متابعة ليه يا بسانت عشان هم منتخب ناجح هم أكبروا الجميع يا مصطفى إنه هم يتبعون نخلوا عندنا حلم إنه إحنا هنعرف ناخد كس العالم غير كده إحنا يعني إحنا كمشاهدين وكجمهور بنقول ده حظ يعني غير كده يعني لو ما كسبوش إحنا بنقول ناس دي رجالة عملوا اللي عليهم لعبوا أكلوا الملعب زي ما بيقولوا صحيح وفي الآخر يعني اللي بيحصل بقى سواء فايزه أو لا ده عشان كده عشان كده أنا لما اتكلمت معاكم في البداية قلت لك إن الجيل ده بيفكرني بجيل الكابتن حسن شحة الجيل الكبير اللي هو لا يعوض آه طبعا فالحقيقة هو كده بص يعني بيجي جيل كده متكامل طفرة آه طفرة ولكن الحقيقة وللأمانة إن اتحاد كرة اليد والمجموعة اللي موجودة دلوقتي هو مش طفرة مصطفى لأن عشان كده بقولك ارجع لكام سنوارة هتلاقي هو سيستم هو خط ماشيين عليه الليفل بيعلى مش بينزل يعني الكيرف بيعلى فيه طفرة زي ما انت ما بتقول كده زي ما احنا شفنا الطفرة اللي كانت موجودة في 2006 2008 أو 2010 وبعد كده حصل دروب جامد للكرة المصرية في كرة القدم عندنا ولكن دلوقتي شايفين احنا الكيرف في كرة اليد بيطلع مش بينزل احنا نقول طفرة لما نلاقي إن فيه وقت معين الكيرف بيعلى وبعد كده نزل تاني لكن الحقيقة لا كرة اليد في منحنة متصاعد عشان كده بقولك ما فيش مشكلة أبدا 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 أنا بداعه السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصر للكرة القدم يجيب رئيس الاتحاد المصر للكرة اليد ويقعد معاه ويقول له انتوا عملتوا ايه طبعا الحقيقة يعني حاجة مهمة جدا بل ده مش حياة مش حياة مش احنا بنتمنى يعني احنا بنتمنى مصطفى يعني احنا بقى دورنا كاعلام إن احنا نبرز صحيح ايجابيات منتخب اليد ونحطها كده ايه أمام منتخب كرة القدم لعله يستفيد من هذه الدروس لان احنا مصر في كرة يا جماعة احنا كنا تسعى على مستوى العالم يا جماعة يعني احنا وصلنا رقم تسعى على مستوى العالم تخيل انت بتكسب ايطاليا والبرازيل بتتعادل معاك انت متخيل وانت بتتعادل مع البرازيل 3-3 والبرازيل بتكسبك في بلس 90 على كل حال يعني خلينا نركز على الايجابيات ونتكلم على منتخب كرة اليد منتخب مصر الكرة اليد اللي في الحقيقة زي ما مصطفى يمكن قال في الانترو انه عامل عظمة يعني بخلينا كلنا عندنا ثقة كده ان شاء الله ان شاء الله هنقدر نفوس بكاس العالم وهنقدر نحتفل ويفرحونا ويعني واحدة بتابعينكم وبنشجعكم من كل قلبنا كل المصريين وراكم كل الشكر يليك الناقد الرياضي اسلام محمد على وجودك معي انا مشكورك يا بسانت وبشكرك يا مصطفى وبشكر كل استاذ المشاهدين والقناة الاولى وصباح الخير يا مصر صباح الخير صباح الخير اللي عليك